السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم حبيب ومتابعيني يا رب يكونوا بخير هبدأ معاكم الحلقة اليوم عن تفسير بعض رموز الأحلام والعلامات اللي بتظهر في منامك بتدل على الزواج للمطلقة والأرملة مرة أخرى والعلامات دي ممكن يكون زواجها أو رجوعها لطلقها مرة أخرى أو زواجها من شخص آخر تاني ما تعرفهوش لكن قبل ما ابدأ موضوع الحلقة صلوا على النبي في كومنتات وأحب أفكركم اللي محتاج تفسير أي حلم يارد تكتبه وإن شاء الله أرد عليه ودعموا القناة بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وهنرجع لموضوع الحلقة التاني وأول رؤية هتكلم عليها عن تفسير بعض رموز الأحلام اللي بتدل على زواج المطلقة مرة أخرى هي رؤية إنها بتشوف نفسها بتتزوج من شخص لا تعرفه من قبل فذلك الرؤية بترمز على زواجها عم قريب ومن الرؤية المباشرة بالخير بزواج المطلقة أو الأرملة مرة أخرى هي رؤية إنها تشوف نفسها لبسة جلباب واسع طويل وشكله جميل فذلك الرؤية بشرة لها بالزواج من شخص صالح وعلى قلق وهيكون عوض لها من الله هيعوضها عما سبق ولو رأيت المطلقة أو الأرملة في منامها إن هي بتدخل بيت جديد أو عتبة جديدة فذلك الرؤية بشرة خيل لها ببداية حياة جديدة وإنسان آخر غير زوجها هتتزوج منه هتسعد معاه إن شاء الله ورؤية الشموع في المنام هي من الرؤية المحمودة للمطلقة أو الأرملة على زواجها من شخص صالح أو رجوع المطلقة إلى زوجها لكن لو كانت الشموع مضيئة وشكلها جميل فذلك الرؤية بيكون بشرة خيل لها على يرجعها لطالقها مرة أخرى أو زواج الأرملة من شخص آخر هيكون مناسب لها وهتسعد معاه إن شاء الله ومن أفضل العلامات اللي بتدل على زواج المطلقة أو الأرملة هي رؤية الحناء الحمراء في المنام فلو رأيت الحناء الحمراء إن هي حطها في إيديها أو في أقدمها فذلك الرؤية بشرة خير بالزواج من شخص صالح وهيكون عوض ليها وهتسعد معاه بإذن الله ومن العلامات أيضا هي رؤية إنها تشوف نفسها في شخص هي ما تعرفهوش بيحاول يبصها أو بيحضنها فذلك الرؤية بتدل على زواجها مرة أخرى عما قريب أما لو كانت الشخص هي عرفاه فذلك الرؤية بتدل على زواجها من شخص هي بتحبه وبتتمنى إنه يكون زوجها ورؤية الحلوة في المنام فهي من العلامات المبشيرة بالخير بحدث سعيد وعلى زواج للمطلقة أو الأرملة مرة أخرى فهي من الرؤية المحمودة رؤية الحلوة بجميع أنواع ومن الرؤية المحمودة أيضا هي رؤية الفستان الأخضر في المنام للمطلقة أو للأرملة فلو رأيت نفسها إن هي بترتدي فستان أخضر ابشري بالزواج من شخص متدين وعلى قولك وهيحافظ عليك وهيكون عوض لك من الله أما لو كان الفستان لونه أبيض أو إسود فذلك الرؤية بشرت خير بالزواج من شخص ما يصور الحال وهيكون عوض لك أيضا بإذن الله ومن الرؤية العجيبة اللي ممكن تشوفيها وبتتحيري إزاي الرؤية دي بتدل على رجوع المطلقة لزوجها السابق هي رؤية الكتب أو المكتبة في المنام فلو رأيت هذه الرؤية ابشري برجوع المطلقة إلى طلقها وعلى صلاح حلها فإن رؤية الكتب أو المكتبة في المنام من الرؤية اللي بتدل على صلاح الحال والنصرة للعزباء أو المطلقة أو الأرمالة أو المتزوجة عموما هي رؤية مبشرة بالخير بصلاح الحال والنصرة والقوة لمن شاف هذه الرؤية ورؤية جواز الصفر أيضا من الرموز والعلامات اللي بتدل على زواج المطلقة أو الأرمالة مرة أخرى وهي من الرؤية اللي بتدل على تغيير حالها إلى حال أفضل أما لو رأيت في منامها إنها بتولد فذلك الرؤية فرج لها بزوال الهموم وصلاح الحال وزواجها مرة أخرى وصلاح حالها وتغيير حالها إلى حال أفضل ومن الرؤية اللي ذكرناها أكتر من مرة في حلقات قبل كده هي رؤية ركوب السيارة في المنام مع شخص تعرفيه أو ما تعرفهوش فذلك الرؤية بتدل على زواج المطلقة أو الأرمالة مرة أخرى ولو رأيت المطلقة إنها بتركب السيارة مع طالقها السابق فذلك الرؤية بتدل على رجوعها لي مرة أخرى وعلى صلاح الحال بينهم ومن الرؤية والعلامات المحمودة هي رؤية الأمر أو الشمس في المنام فلو رأيت المطلقة أو الأرمالة الأمر أو الشمس مضيء وهي سعيدة ابشري بالخير بالزواج من شخص صالح وعلى خلق وهتسعدي معاه وهيتغير حالك إلى الأفضل وهيكون عوض من الله لك بإذن الله أما إذا رأت المطلقة أو الأرمالة في منامها إن هي بتقلع الحزاء وبتلبس حزاء جديد والحزاء الجديد بيكون مريح وشكله جميل وألوانه مميزة زي الأبيض أو الأسود ابشري بالخير بالزواج مرة أخرى من شخص آخر غير طاليك للمطلقة وزواج الأرمالة من شخص ما يصور الحال وصالح وعلى خلق وهترتاح معاه جداً وهيسعد حالها وهيغير حالها لحال أفضل أما لو رأيت إن فيه شخص هي بتحبه بيعطيها هدية حزاء شكله جميل فذلك الرؤية بشرت غير بالزواج من نفس الشخص اللي هي بتتمناه وعلى صلاح حالها وعلى تغيير حالها لحال أفضل ومن أفضل الرؤية لها هي إنها تشوف نفسها إنها لبسة فستان زفاف في المنام فلو رأت المطلقة أو الأرمالة إن هي بترتدي فستان زفاف وهو شكله جميل وهي سعيدة تبشر بالخير بالزواج مرة أخرى وعلى تغيير حالها وعوض من الله لها أما لو رأيت المطلقة في منامها إن هي بتسير في طريق والطريق ده كله نور ومشمس وفي نهاية الطريق بتشوف طلقها فذلك الرؤية بشرت خير بصلاح الحال بينهم وعلى وجود نصيب بينهم مرة أخرى أما لو رأيت المطلقة في منامها إن طلقها بيحاول يمسك إيديها وبيعود إلى البيت مرة أخرى فذلك الرؤية بشرت خير بصلاحة ذاتة بينهم وعلى وجود نصيب بينهم مرجوعة لزوجها مرة ومن أهم وأفضل الرؤى هي رؤية الكعبة الشريفة والحرم المكي في المنام فذلك الرؤية بشرت خير للمطلقة أو الأرمالة على استجابة دعاهم وفرج لهمومهم وصلاح حلهم وعلى عوض من الله لهم بزواج مرة أخرى وتيسير أمور بإذن الله والله أعلى وأعلم ابشري بالخير ويا رب أكون قدرت أفكه وجمعتلك رموز كتير وعلمات كتير عن تفسير الأحلام اللي بيدل على زواج المطلقة والأرمالة مرة أخرى لو عجبك الفيديو ياردت دعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واللي محتاج تفسير أي حلم يقدر يكتبهولي في الكومنتات وفي حفظ الله ورعايته السلام عليك ورحمة الله وبركاته